كيف انا هلا ادمج الجمل انا مساعدة مني حطى تلكم مثلا ادمج للجمل باستخدام هو استخدم لي هو مثلا هون او وير او غيرها لكن يا نس انا في مجال بدون ما اكتوب لك اياهم تكون انت عارف ايش انت بدك تدمج خلنا نشوف منلاحظ اولا وجود التكرار التكرار منطلع الجمل الاولى والجمل الثاني اش في تكرار عنا ذمان الرجل عنا هي هو مين هو نفسه الرجل اذا هذا اللي هي تعتبر ايش تعتبر تكرار هون التكرار يحذف التكرار يحذف صفه عنا ذمان الرجل وعنا اذ فعل اسم عاقل وفعل شو نستخدم نستخدم هو تصبح الجملة هذا هو الرجل اللي بعمل كمعلم عمر used to be a teacher full stop عمر is now a youtuber وعنا هو عنا عنا هو طيب عنا عمر عمر وين تكرار عمر بالجمل الثانية شماله حذف حذف التكرار طيب عندي مباشرة عمر وعندي used used اشمالها فعل فعل واسم عاقل اذا وين تتيجي هو تتيجي هون فمنحكي عمر who used شفتوا كيف اجت هاي عمر اسم عاقل هاي used الفعل used to be a teacher is now a youtuber full stop he found the book full stop he lost it yesterday طيب عندي تكرار book كتاب it راجع على مين اه he lost it شو اللي فقدو الكتاب اذا it عبارة عم تكرار شو منعمل بالجمل الثانية تكرار يحذف اذا حذفنا التكرار عندي book اسم غير عاقل بدأ استخدم which اذا which باندي تيجي بتيجي مباشرة ربعة كلمة book فبعجي بحكي he found the book which he lost yesterday طيب عندي the story is cheap it is very useful it is very useful عندي استخدام which طيب عندي the story قصة غير عاقل وعندي تكرارها it شو حكينا بجمل الثانية يتم حذفها حتى لو كان عندي لفظ the story برضو يتم حذفها تمام طيب عندي بدي حسب معنى الجملة بدي اجي احكي which بدأ تيجي طبعا وين بتيجي بعد كلمة story بجمل وينجي نحكي the story which is very useful is cheap هلا رح تحكولي لاش حليتي يا مس الجملة هاي قرنتيها مع the story بعدين رجعت الجملة الاولى السبب فقط حسب المعنى تمام لانو المعنى بطلع معي الصحفة باج بحكي the story which is very useful القصة اللي هي كتير مفيدة is cheap تعتبر رخيصة اعرفنا طيب الجملة اللي وراها this is the house I live in it وين التكرار عندي كلمة house اولا اسم مكان اسم